حكومة سيئ الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي صعب عليها انها ترفع الكهرباء قبل ما ترجع تقطعها مرة تانية في خلال ايام او اسابيع فقررت انها ترفع السعر بس باصر رجعي يعني مش هنزود عليك السعر من بكرة مثلا اللي هو 21.8 لا يا بي احنا من اول اغسطس انت عايزي العشرين يوم اللي فاتوا دول مثلا الحكومة تصرف عليك وانت دافع بس اتنين تريليون جنيه درائب السنة اللي فاتت لا ده مش معقول في عهد سيئ الذكر احنا لازم ناخد اللي وراك واللي قدامك تعال نشوف الخبر مع بعض وزارة الكهرباء المصرية بترفع اسعار شرايح الكهرباء بداية من شهر اغسطس طب يا استاذ ده احنا في 19 ولا 20 اغسطس قالك لا ما هو ده احنا بناخد الموضوع ده باسعار رجعي تعال نشوف الاسعار الجديدة عاملة ازاي ده الجدوى اللي قدام حضرتك هو حاول تقرأ كده انه اكيد الارقام اللي فيه كتير اوي الشريحة الاولى من صفر ال 50 كيلو واط زودوها 10 قرش تقريبا نسبة الزيارة 17% الشريحة التانية من 51 كيلو واط الى 100 كيلو واط بتتكلم تقريبا برضو في 10 قرش حوالي 15% زيادة الشريحة التالتة من صفر الـ 200 كيلو واط 95 قرش بعد ما كان 83 زيادة 14% اللي بعدها زيادة 24% اللي بعدها زيادة 39% اللي بعدها زيادة 50% والاخر واحدة زيادة 35% المصادر موجودة تحت المصر اليوم واليوم الساعة وموقع الحرة الارقام اللي قدام حضرتك دي مهمة جدا حتى تعلم ما الذي يفعله بنا او بك سيء الذكر جار السوق عبدالفتاح سعيد خليل السيسي من 15% لـ 50% الحكومة تقرر زيادات على اسعار الكهرباء اسعار الكهرباء في عاد السيسي في يناير اللي فات زود الكهرباء بنسبة 20% وبعدين كانت الزيادة العشرة لاسعار الكهرباء من 2014 بمعدل كل سنة مرة وقلنا الكلام ده في حلقة يوم السبت حوالي 1038% بالشروع الموازنة العامة خصص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء حوالي 53 مليون دولار وده نسبة قليلة جدا من اجمال المبالغ المخصصة للدعم في الموازنة حوالي 4 من 10% وبالتالي احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا انه سيء الذكر بيزود عليك الكهرباء بعد ما قال لك انا لو عايز ابطل اقطاعها انا لازم ازودها بص انا هقولك على حاجة شيل شيل ارجع كده هنقول حاجة يا ظريفاء بص احنا عندنا الكهرباء خلاص طلع فتاح السيسي قال لك ايه انا عشان ابطل اقطاع الكهرباء لازم ازودها فانت في النص قلت ايه قلت ماشي انا موافق فقال لك خلاص انا هبطل اقطاعها فبطل اقطاعها فعلا وهنعرف دلوقتي ازاي وبعدين ام ازودها فانت قلت خلاص الدنيا تمام عايز اقولك انه هي اقطاعها تاني فكده هو غفلك هو خدرك شوية يسكنك وبعدين رفعها 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 وبعدين هرجع يقطاعها تاني وحضرتك مش هترجع طبعا للسعر القديم انت خلاص هتحاسب على الجديد والكارب هترجع تقطاع عليك مرة تانية الخديعة الكبرى وسيناريو او خطة عودة تخفيف الاحمال لسيء الذكر عبدالفتاح سعيد خليل السيسي بص يا سيدي القصة دي كده نركز مع بعض فيها بالتواريخ يوم 4 يونيو اللي فات جريدة الدستور نقلت على لسان الحمصاني الحج الحمصاني ان فيه توجه من رئيس الحكومة بوقف تخفيف الاحمال بحلول نهاية العام الجاري فده كان اول وعد بعدين صدى البلد بعدها بعشرين يوم مصطفى مدبولي قال ان احنا محتاجين شحنات بمليار دولار عشان نبطل قطع الكهرباء فهنا بدأ ايه قيدك بدأ يقول لك انا محتاج فلوس عشان اوقف قطع الكهرباء بعدها باسبوعين تقريبا في 9 يوليو صندوق النقد اعلن تأجيل منقشة صرف الشريحة التالتة لمصر 29 يولا حد اقول لي الخبر ده جاي هنا غلط هما الزملاء في الاعداد غلطوا لا مغلطوش ده ده اصل الموضوع وهنعرف كمان شوية ليه بعد كده الـ 15 يوليو او في 10 يوليو متحدث الوزراء الحمصاني قال لك مرة تانية لا يا جماعة ده مش اخر السنة ده تخفيف الاعمال هنبطلوا في الاسبوع التالت في شهر يوليو لحد اخر الصيف وبعدين 15 يوليو قال لك يا جماعة والله احنا مش عارفين احنا احطرنا هو اخر السنة ولا الاسبوع التالت في يوليو لحد يقول لنا لحد ما طلع مصطفى مدبولي قال لا هنوقف تخفيف الاعمال لحد منتصف سبتمبر يعني 23 يوم تقريبا طيب 17 يوليو رئيس الوزراء اعلن فعلا وقف خطة تخفيف الاحمال لحد منتصف سبتمبر وقال في نفس اليوم ده انه تخفيف الاحمال لحد نص تسعة مش معنى ده ان الكهرباء مش هتقطع لا الكهرباء ممكن تقطع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة او اي عطل فني طيب كويس بعدين فعلا الحكومة اوفت بما وعدت وقالت يا جماعة في 20 يوليو احنا فعلا بدأنا وقف تخفيف الاحمال وما فيش قطع كهرباء تاني ما فيش ظلمة تاني ما فيش ظلم تاني بصوتنا وراء نجم لحد اخر الصيف وبدأت كل الصحف تتكلم على ان الحكومة الجميلة العظيمة المباركة بتاعت سيء الذك قد وفت بوعودها والامور زي الفل لكن بدأت الحكومة في تنفيذ المخطط الخبيث منذ تلك اللحظة ألا وهو نرجع بقى لصندوق النقد الدولي زي ما انت شايف كده ان احنا بدأنا ننفذ شروط صندوق النقد الدولي بعد ما خدرنا الناس وقفنا تخفيف الاحمال قلنا للناس خلاص مش هينفع ازود عليك اسعار والكهرباء بتقطع طب ما تيجي لعبك لعبة ما تيجي استغفلك ما تيجي افضل اديك وعود رايح جاي رايح جاي وبعدين هب ام نفذلك فجأة واعدم الوعود واقول لك انا حكومة عظيمة جدا انا مش قطع عليك الكهرباء تاني فانت تتبسط اقوم تاني يوم اقولك بس ازود البنزين فانت تتدايق شوية بس تقول الحمد لله البنزين احسن انه يزيد ولو انه هم يرجعوا يقطعوا الكهرباء تاني وده اللي حصل فعلا لما سكاي نيوز قالت في 25 يوليو ان مصر رفعت اسعار الوقود 15 في المية وبعدها بخمسة ايام ام رئيس الوزراء طالع مديك التصريح المتين والكابوس الجديد انه تحرير اسعار الكهرباء تدرجيا خلال اربع سنين وبعدين في نفس اليوم حصل ايه طلق صندوق النادي الدولي قال لمصطفى مدبولي قال لي سيء الذكر والله يطال عمرك انت بتسمع الكلام يا ابني انت لعبت الموضوع الصحي مع الشعب المصري برافو عليك زودت اسعار الوقود اعلنت انك هتحرر اسعار الكهرباء وهتزودها يلا مش يعني خسارة فيك 820 مليون دولار الشريحة الثالثة من القرد وقد كان فعلا انهم عملوا الكلام ده خلاص خدنا شريحة السندوق خدرنا الناس شوية رفعنا سعر الوقود اه ما تيجي بقى نبدأ خطة عودة تخفيف الاحمال تاني ما احنا خدنا اللي احنا عايزين رفعنا الاسعار وعملنا اللي احنا عايزينه فا ايكونومي بلاس قالت في 30 يوليو اللي فات ان مصطفى مدبولي السكرتير رئيس الوزراء او سكرتير بدرجة رئيس وزراء او اليونس شلبي اه قال ان مصر محتاج 4 مليار دولار سنويا عشان تضمن عدم انقطاع الكهرباء على مدار العام فهنا رجعنا تاني لقصة الشحاتة وان المشكلة في الفلوس تمام بعد كده بنوصل لامبارح 19 اغسطس الحمد لله بكوما اتفاجئنا بانه بودت اسعار الكهرباء بنسبة 35% فدي خلاص اخر خطوة لازم تعملها التزاما ووفاءا بشروط صندوق النقد الدولي ويعني ان هم يتمكنوا من تنفيذ الخطة وهم مخدرينك والكهرباء ما بتقطعش بعدين بدأت كل وسائل الاعلام المصرية في حضيرة الانتاج وغيرها تكلمك عن ان الكويت بتخفف الاحمال ورجعت العمل بالجدول وان الطهار الكهربائي انقطع في لبنان وان الكويت اصل الكويت بتخفف اصل الكويت عاملة جدول اصل اللبنانيين مش لقين كهرباء اصله مش عارف فتبدأ انت هنا تستعد لعودة تخفيف الاحمال خلاصة القصة والامر زي ما قلت لحضرتك انه الحكومة المصرية ضحكت عليك سيء الذكر ضحك عليك قال لك غليها ولا اقطعها غلاها وهيقطعها وده للمصريين هيعشوه الكام يوم الجاي